موسيقى سلام عليكم أصدقائي أنا ستزار برحب فيكم في قناتي ستزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع احدا ما تابعنا على الإستجرام أو تيك توك فرصة انك تتابعني أصدقائي اليوم مش زي العادة منتج جديد لا مش منتج جديد هو لابتوب صحيح ولكنه مش جديد اخترقت لابتوب هو موجود في السوق صلو فترة يعني فعلا هو هذا الجيل الأول طلع منه الجيل الثاني جيل الثالث تمام ليش عملت هيك لأنه هذا الجيل الأول ممكن جدا ما بعرف حسب بلدك في السعودية في مصر ممكن ممكن في العراق مش فتأكد ممكن تلاقي هاي النسخة وبكون عشانها صالها عمر بتكون سعرها كويس أنا وجدتها على أمازون بسعر 2500 درهم وهذا سعر كثير كويس ايش الجهاز؟ لينوغو ثينك باد تي 14 اس عليه معالج الام دي 2500 درهم يعني 500 دينار يعني حوالي 750 دولار على هيك لابتوب يس ممتاز ورهيب حتى لو انه مش موديل 22 بنصحك تشتري بكل بساطة ولكن قبل ما تروح تشتري احضر هذا الفيديو عشان تعرف لان راح أحكيلك هذا لمن اللابتوب مش لأي حدا ما تروح تشتري وتنزل لعبة بوب جي ولا مش عارف أي لعبة تلعبها على هذا اللابتوب وتقول لي ما زبط لأ أصبر شوي وركز معي لو سمحت طيب إذا انت كنت مبرمج تشتغل مبرمج عاديا في شركة لحالك في البيت هذا الجهاز رح يؤدي الغرض منه إذا انت كنت طالب في مدرسة أو طالب جامعة تعمل ريسورجز أو انترنت أشياء من هذا النوع مايكروسوفت وورد هذا اللابتوب رح يكون الرفيق المثالي إلك إذا انت كنت رجل أعمال حيكون رفيق مثالي إلك إذا انت كنت تشتغل بشركة سيلز ماركيتنج كل الشغلات حتى سوشال ميديا هذا يعني مثالي جدا لأنه السعر ممتاز ووزن خفيف بأدي الغرض المطلوب ولكن إذا انت كنت ذلك بتشتغل محرر صور بتشتغل محرر فيديوهات بتشتغل أوتوكاد بتشتغل ثري دي تو دي أنيميتر كل هدول كل هدول هذا مش مناسب لك مش إنه سيء رح يشغل أشياء هاي ولكن مش رح يشغلها بأفضل طريقة ممكنة عشان هيك أنا بكون واضح وصريح قبل ما تشتري لازم تكون من الفئة الأولى اللي حكيت عنها عادة عن هيك أنا ما بحط تحت مسؤوليتي يعني أصدقائي يمكن بتعرفوا يمكن ما بتعرفوا ولكن أنا من الناس اللي بيخبوا هاي الفئة من اللابتوبات فئة ThinkPad وعشان يعني نتنور شوي لينوفو زمان شترت أجهزة ThinkPad من مين؟ من IBM تمام؟ هاي الأجهزة قديمة وكانت دائما قوية دائما عملية دائما بتعيش لو فترات طويلة دائما ولليوم هي هيك هي شترت هذا اللابتوب من IBM وطورت عليه حاليا عند لينوفو طلعوا الفئات الموجودة من ThinkPad لحالها ThinkPad X1 Extreme هاي أعلى فئة هاي Ultra Book بسموها Ultra Book كيف عنا مثلا Galaxy S22 Ultra X1 Extreme اللي هي Ultra في هذا المجال بعدين عنا ThinkPad P Series هاي P Series بيستخدموها الناس المهندسين اللي بيشتغلوا على AutoCAD على البرامج الثقيلة اللي بدها يعني شغل الثقيل بعدين في عنا كمان بسموها ThinkPad X Series مشي X1 هي أقل درجة بس تعتبر فئة عليا فخمة بس أقل درجة من X1 Extreme وبتعتبر هي أصلا فئة السفر للناس اللي بيتحب تسافر لرجل الأعمال اللي بدوا عنده لابتوب خفيف لطيف للسفر X هاي هي للسفر بعدين بيجي عنا ThinkPad T Series هاي هي T Series الطلاب يعني الموظفين المبرمجين هاي فئة مناسبة لهم بضل فئة واحدة اسمها ThinkPad L Series ال L Series بسموها الفئة الاقتصادية هي أرخص فئة للناس اللي عندهم بجت معينة صغيرة لللابتوبات بس هدول مش كل لابتوبات لينوفو هاي بس فقط فئة ThinkPad لينوفو انتوا عارفين عندها فئات كثيرة عليكم حال نبلش هاي النسخة اللي معاي عشان تعرفوا اسمها بالضبط لينوفو ThinkPad T14S وبيجي نسخة منها علي معالج انتل ونسخة منها عليها معالج AMD وانا الجنريشن اللي معاي بسموها الجن 1 نزل جن 2 ونزل جن 3 يعني هذا النسخة القديمة بس عادي ممكن تشتريه وبسعر كويس زي ما حكينا بنسبة للتصميم هذا التصميم كل تصميم ThinkPad بالنسبة لي تعتبر رائعة ممكن عشاني انا بحب الفئة ThinkPad يمكن فانا يعني موضوع التصميم انتوا عارفين فيه واخذ وعطى يعني فيه نظرة شخصية او حب شخصي يمكن انا اللي اشي اللي بعجبني ما رح يعجبك نرجع لموضوع البلوخية بحب البلوخية انت ما بتحب البلوخية بحب مع كورونا ما بحب مع كورونا موضوع التصميم شوية شخصي بسموها Personal Preferences Anyway انا بحب التصميم الجهاز بيعتبر يعني durable بتحمل دعك بتحمل صدمات بلم شوية تبصمات نعم لكنه بتحمل جهاز بتحمل فمن ناحية صلابة موجودة لكن لما تفتح الجهاز يمكن او اشي ما رح يعجبك البيزلز الضخمة اللي مش معقولة هذا ما رح يعجبك انا عارف بس مع الوقت تتعود عليها وما عندك مشاكل بس اول اذا انت جاي من لابتوبات جديدة حديثة عشرين 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 هتلاقي انو دائما البيزلز بيخفوا على كل حال يعني شيل هاي الميزة وشيل كمان انو اللي تراكباد صغيرة بس انت بيعجبك هيك تصميم طبعا عنده تراكباد عندها الزرين تابعون اللي تراكباد اللي الوريجينال من اي بي ام لساته موجودين بتقدر تستخدمهم وعنا النب اللي هي الحمراء الكبس الحمراء في نصف الكيبورد لساتها موجودة بتستخدمها زيكنا ماوس برضو موجودة اذا بتحبها انا بستخدمهاش ولكنها موجودة وفي عنا بصمة جيدة جدا وفي عنا زر الباور وعنا الكيبورد الكيبورد يا اخوان تجربة الكيبورد لا يعلى عليها وموضوع المداخر راح احكي عنه وخليها لاخر اشي بس هسا من ناحية تصميم هذا رأييي بالتصميم نيجي نحكي عن الشاشة اول شي الشاشة مش افضل شاشة في اللابتوب ولكن مالك انت مش راح تشتغل على تصميم محتوى ومنتاج وقصة سي هيك بتمشي معك مش اعلى سطوع مش افضل الوان مش اعلى الوان ار جي بي نعم انا معك مية بالمية لكنها بتسلكك سامع بتسلك الحواف ما راح تعجبك السطوع طبعها جيد نوعا ما ليست افضل شاشة اخوان خلينا نكون صادقين بس لكنها بتسلك وهي 14 انشك والحمد لله فل اتش دي مش اتش دي فل اتش دي واعتقد دائما لينوفو عندها خيارات يعني هاي الشاشة اذا ما عجبتك ممكن تروح مثلا شفت في الجيل الثالث شاشة 2K وتوتش هاي مش توتش فممكن انت ترفع السعر وتاخد خيار افضل هاي ميزي كويسة لناس ومش كويسة لناس بس هي موجود الميزة بس يعني خلو الموضوع طلع كيف ممكن تفتح الجهاز انا بحب هاي الحركة انك تفتح الجهاز بالطريقة هاي ممكن ما يعجبش ناس بس اخدلك صورة نحكي عن الاداء ان هون نسخة الام دي زي ما حكتلكو في انتل بس هون اي ام دي اللي هو الريزن 5 برو 4650 يو هذا المعالج بهاي الفئة يعتبر جيد جدا ارقامه مش عالي كتير ولكنه جيد جدا اذا استخدمته في الاماكن اللي حكتلك عنها رح يكون اداءه جيد جدا طورت الموضوع وطلعت شوي بدك تعمل شوية منتاج لفيديو فل اتش دي رح يحمل موضوع نعم نعم بدك يعني العاب واوتو كاد وقصص ممكن ما تقدر ممكن ما تقدر حتقدر تشغل بس مش رح توقض التجربة الصحة فانت حاول تستخدمي جهازك في المكان الصحة والنسخة اللي عندي اجعلها ثمانية جيجا باي ترام مع ساعة تخزيني مية وثمان عشر جيجا ما بتكلم فيش حدا مية وثمان عشر جيجا انا بتصعش فيها دور على نسخة اعلى دائما بس في فئات اعتقد بس لان ممكن نسخة اعلى بتوخل 16 جيجا باي ترام غير الاس از دي جيب بي تل ستو خمسين او خمسونية وثمان عشر اذا فيه اما الرام خليها ثمانية ما فيه داعي اعلى من ثمانية انا بحكي لك لانه حيكون مناسب جدا وفيش داعي تدفع اكسترا ماني على 16 جيجا باي ترام بيجي نحكي عن الكيبورد افضل شيء يعني من افضل الكيبوردات اللي جربتها على لابتوب كيبوردات لينوم يعني ما عندي اي نقطة سلبية عن الكيبورد اخوان خلص ابدي شحكي افضل تجربة بيجي نحكي عن المداخل عنا كثير مداخل من الجهة اليمنى عنا اللاك بسمو كينغستين لاك موجود هون وعنا يو اس بي اي وعنا اللي هي المراوح او مخارج الهوا تمنيت هاي المخارج لو كانت ورا انا عنا نفسي هيك يعني لو كانت ورا بس خلص هي هون هيك الدزاين تبعها ومن ورا حتلاقي مدخل سيم كارد من ورا اي لو كان المراوح اجمل من السيم كارد بيكون ممتاز انا هيك برأيه من الجهة الثاني عنا يو اس بي سي وعنا مدخل هيك كبير شوية حكي عنه كمان شوي عنا يو اس بي اي وعنا فول اتش دي اماي وعنا ثلاثة فاصل خمسة هذا المدخل اللي هو الكبير الغريب تعرفوا ايش؟ مشهورة لينوفو انها بتقدر تركبلك بسموها ايش يسمو داك ستيشن داك ستيشن بتشبك مباشرة على هذا المدخل وبتعطي الجهاز مليون مدخل هو مش مليون يعني ولكن تعطيك مداخل كثيرة جدا جدا وهي تستخدم في الشركات في الاعمال شفتها كثير في الشركات عشان اللابتوب يكون عنده كل المداخل والزيادة فهاي الميزة هون موجود بالنسبة للكاميرا الامامية اداءها متوسط حاول تكون لما بدك تعمل فيديو كونفرنس يكون الانارة في البيت كويسة عشان تاخد يعني على اقل تجربة كويسة اما البطارية ممتازة في صراحة البطارية بتدوم لفترات طويلة واداءها جيد جدا ما عندي مشاكل على البطارية بس الشاحن لقيته غريب شوي الرأس الشاحن ما كيبله غريب مش عارف اول مرة بشوفه زي هيك فاتأكد انه الكيبل اللي تشتريه يكون مناسب لبلدك بس رأس الكيبل اوكي هاي بس هاي النقطة هاي كان تجربة مع هاي ThinkPad عندي كمان ThinkPad اقوى من هذا قريبا ان شاء الله بنعمل على الفيديو بدي اجربه فانا والله بنصح بنصح بالThinkPad بقوة احكي لي شو رايك اشتركوا في القناة